السلام عليكم احبابيكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا بخير اليوم ان شاء الله هادي نشارك معكم وصفة تا هاد القاتو لهاد الكيكا توجدوها للمناسبات تاوحكم جيبني نينا وخفيفة طريقة تحضير تحها سهلة اي واحد ينجمي ديرها حتى تكونوا مبتدئين نبدو بسم الله بلاجينواز نتحقق 8 حبات بيت يكونوا بدرجة حرارة المطبخ انا خرجته من نهار مقبل نصلنا نفصلو السافار على البايات نطلع على البايات بالباتور كي نشوفها بداي ولي على شكل رغوة وبدأي بياد نزيد لها السكر السكر كمية تاعه ميتين واربعين قرام ما نزيداش قاع على ضربة نزيدها على دفوعات ونكمل نضرب حتى نتحصلو على اون مورنغ حتى نتحصلو على خالات يكونوا بياد ويكون كيتلج وكي يطلع على ملاح نبدأ نزيد في السافار سافار البيت تاني نزيدها غير بالحبة ونكمل نضرب حتى نكمل قاع الكمية تاع السافار كي تخلط ملاح للسافار مع الخالط للول نزيد عليه مورف صغيرة تاع لافاني ونزيد الفارينة كمية تاع الفارينة ميتين واربعين قرام تاع فارينة نزيدها تاني على دفوعات مزيدهاش على ضربة نستعمل الفوي غير بيدي ونبدأ ان كل ما ندير كمية نحرك ملتحت للفوق غير بشوية انا هنا على فيديو راني مخفتها شوية انتو ما كي ما نقولو خلطو غير بشوية ملتحت للفوق حتى تخلط لي قاع الفارينة مع الخالات تاع البيت والسكر عندي المول اللي غاد نطيف فيه لاجينواز هاد القطر بتاعو 20 سنتيمتر كنت غلفتها الدهنتها بالدهان وغلفتها بالبابي كويسون وغاد نفرق فيه لاجينواز بهذا الشكل نخبطها شوية باش يخرج لها الهواء اللي فيها الداخل كي ما اشتو هنا يا كي حطيت ان كوردان قاعد ملفوق ما هو وجش هاكا باش تعرفوا بلاجينواز تاعكم راهي ناجع دخلت لاجينواز بطيب على 180 درجة وخليتها حتجتها طلع تمليح وحمار تعد خرجتها بنسبة للقانش بالشوكولة بلونس حق وميتين جرام تاع شوكولة بلونس حق وميتين جرام تاع شوكولة بلونس تحتها غضع صغيرة نحكم كاسرونان ندير فيها ميتين ميلي لتر تاع كريمة سائلة فيها ثلاثين بالمية من مادة دسيمة حميتها مليح تلي غلت ونفرقها وموفق الشوكولة بلونس ما نحركش نخليها كالكو سيقوند تحت ال 5 ثواني ولا عاد نحرك مليح بالمغرف باش ندوب بقاع الشوكولة الشوكولة البيضاء تدوب بالخف هنا غادية نغطيها بالبابي فيلم وندغطيها مليح ونخلي دخلها للفرجيدان نخليها تريح ليلا كاملة ولا 4 سوائح في الكنجيلاتور بالنسبة للقانش وشوكولة نوار نسحقو ميتين جرام تاع شوكولة نوار قطعتها تاني قطعة صغيرة وكنت حميت 400 ملي لتر تاع كريمة سائلة فيها 30% من المادة الدسيمة كي غلت مليح نفرقها فوق الشوكولة نوار ثاني نخليها شوية ونبعد ان نبدأ نحرك ندوب بقاع الشوكولة نوار حركو مليح الشوكولة نوار شوية مدوش بالخف انا يا كي شكيت فيها بلي بقا ولي قيتها تاع شوكولة زيت ميكسيتها بالميكسر هكا باش لا كريمة بتاعنا جينا ليس مجيش فيها حبيبات تاع شوكولة كي نكمل نغطيها تاني بالبابي فيلم وندخلها للتلاجة للا كاملة ولا ربع سوائح في الكنجيلاتور الاسسانسيال احدا تبرد مليح مليح وهنا هي الغدوة من داي كي ما كم تشوفو الشوكولة بلون الاغاناج تاع شوكولة بلون راه هي بردة مليح غادي نستعمل الباتور ونبدأ ندرب فيها نطلح فيها جوية كي نشوفها بدأت تطلع ولكولور بتاحها بدأت تتولي كلير نزيد عليها علبة تاع ماس كاربون ماس كاربون هادي فيها 250 قرار الماس كاربون تكون باردة تاني ونبدأ نكمل ندرب بالباتور حتى نتحصلوا على إنقاناش أنا هاد الكميات على كرام ما قدتنيش في القاتو أنا ننصحكم إلا بريتو دغطو القاتو تتاحكم مليح ضحفوا الكميات تا هاد الاغاناج بنسبة للاغاناج تا الشوكولة نوار تاني كي ما كنتشوفوه جمدة لي مليح مليح الشوكولة نوار تجمد مشي كي ما الشوكولة بلون هادي تاني نستعمل الباتور ونبدأ نطلح فيها حتى نتحصلوا على إنقاناش مونتي لكل ارتحات والإكلار شوية هاد القاناش وشوكولة نوار درتها في الحشو من الداخل ولا قاناش وشوكولة بلون هي اللي غطيت بها القاتو هادي ما غاليش نزيد لها الماس كاربون نخليها غيرها كيك باش تجي نخفيفة لاجينواس هنا نسيد باش نقولكم كي طيبوها وتخرجوها من الفوق خلوها تبرد ونبعد غلفوها بالبابي كويسون وخلوها تريح ما تستعملوهاش تمتم خلوها من الأحسن تريح لي لا كاملة ولا ربع سوايع عاد قسموها لش كي تجو تقصوا الطابقات تحكم متفتج هنا كي بردت لي لاجينواس كتقسمتها على ربع طابقات حكمت المول اللي طيبت فيه لاجينواس غلفتها كي ما كم تشوفوه بالبابي كويسون وبديت ندير في المونتاج تعلقاتو ندير الطبقة اللولة تعلقاتو ندير الطبقة اللي ديروها اللولة هي اللي غادي ديروها في الوجه بويس كالقاتو من بعض غادي تقلبوه نشمخ مليح لاجينواس طبقات تعلقاتو بالسيرو باش اللقاتو يجي نمشبخ وما يجي ناشوف بالنسبة للسيرو كدرت زوش كيسين تعماء مع كاس تحسكر ضدتهم فوق النار ازدت معاهم شوية تعلقاتو وخليتهم يغلاوا مدة عشرة دقايق ونبعد طفيت عليه وخليتها برد مليح وهنا يال كي ما قلو المونتاج ساهل نديرو طبقة تعلقاتو نواز نشمخوها مليح بالسيرو ندير اللقاناش وشوكولة بلون نديرها في الاطراف واللقاناش وشوكولة نواق نديرها في الوسط كنت حضرتاني كعامل درته تاني الداخل اختياري تنجمو تزيرو مكسرات تنجمو تزيدو ديفخوين قطعين كل واحد ودهو قطاعه وهنا نفس العملية نكبرها مع قاعد طبقات ندير طبقتها الجنواز نشمخها مليح بالسيرو وندير طبقاتها على كخام بالنسبة للجنواز كي ما كم تشوفون نشمخها في زوج جيهات باش القاطو يجي مشمخ ما يجيش ناشف سلسلة الكارامل راني درتها في القادات نخلي لكم الرابط تاع الوصلة تاحا في صندوق الوصف وهنا يامور ما نكمل ندير الطبقة الاخيرة تاع الجنواز كي ما قلت لكم لا قاناش وشوكولا نواغ جاتني نيشان عمرت بها داخل القاطو وبقاتلي شوية لا قاناش تاع الشوكولا بلون هي اللي جاتني قليلة انتو ما كيديرو ديرو ضحف المقادير هكي كي باشتغال فو مليح القاطو تاحكم كي كملت غطيته بالبابي فيلم وخليتها هنا خليتها للا كاملة فيسك ما كوتش مقلقة تجمو تخلو غي ساعة ولا ساعتين في التلاجة يشد روحو عادة تبدو وتتليسو فيه وهنا ينبدو ننليسي في الغطي دابوغ اللي لقاطو بلا قاناش وشوكولا بلون فرقع الكمية بهذا الشكل وهنا دوماج للا كخيم ما كترش بزاف وكان راح الحال كيمشتو للا قاناش وشوكولا بلون اللي قتخلوها تتريح للا كاملة بساح معليش مام كان دي قاطو اللي رام يديروهم هكي كما يغطوهم شقع كي نكمل هنا نبدو الليسي في الغطي بهاديك الكوبات ولي عندكم هديك الادات اللي ليسوا بيها هنا الليساش كل واحد كي ما نقولو لي عندو الباسيونس يليسي همليح انا ما عنديش بزاف الباسيونس مع هاد اللي قاطو درت غير هكي كليسانسية اللي تغطى كين تبقات لي شوية ملا قاناش وشوكولا نوع فرقتها من الفوق وغطيت بيها هدا هو الشكل داعو بعد ما لسيتو كي ما قلتلكم انا شوية مبتدئة في هاد هاد لي قاطو ما عنديش بزاف الإكسبرينس وهنا يدوبت ميات قرام تاع شوكولا نوع مع خمسين ميلي لتر تاع كريمة سائلة كي دابو مليح درتهم في اون بوشا دوي تقبتها كي ما نقولو شوية بارك صغيرة ودرت هاد الخطوط بهاد الشكل والكمية اللي بقات لي فرقتها قاعم الفوق وغطيت بيها قاعد وجه القاطو تقريبا راه واجد هنبقى غل غل تزين ديكور على حسب الدوقة تاعكم على حسب الانواع تاع الشوكولا اللي عندكم هدا هو القاطو تاع اليوم كي نشتو طارقة تحضير تاعو سهلة اي واحد إن جمي ديره مام واحد ما يكونش عنده الإكسبرينس يحضر قاطو ليه للدار ولا خير من اللي تشروه من برا لاجنواز تجي بنينة وخفيفة خاصة كي تشربوها مليح ليه كخام تاني يجو بنانو وخفاف هادي كانت لعوسات تاع اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تلاقوا فاسفات جديدة إن شاء الله